هارد لك يعني كابتن علاء قال لك الأداء ما كانش بشكل حلو بس إيه اللي خلى الأداء مش حسن من كده ممكن يكون الجهات جزء من السبب مش هنقول هو ده المبرر الوحيد ولكن ما فيه الشك إن تتالي المباريات الكتير ووضحت في المطرات اللي فاتت في بعض المباريات زي الهلال السوداني زي في بيراميتس رغم إن كسبنا ثلاثة المريخ برضو النهاردة بقى كمان بعد المطشات دي كلها وتسافر بعدها في نفس اليوم بالليل وتلعب بعدها بتلاتيام برضو دي واضحة الحالة الفردية أيمن لكل اللاعبين زي ما علاء قال باستثناء الشناوي كلهم بلا استثناء مش في الحالة الطبيعية بتاعتهم يعني بداية من الخط الخلفي معلول يمكن ياسر متماسك شوية يعني محمد عبد المنعم كريم فؤاد ثم طاهر حمدي والسلية وديانج اللي هم بنعتمد عليهم أساساً وبنقول إنه دول الأساس في مصدر قوتنا تمريرات كتيرة جداً مقطوعة مراكز حتى بتاعتهم مش مزبوطة يعني حمدي فتحي مفروض إنه بلعب قدام المدافعين كتير بنلاقي ديانج هو قدام المدافعين كتير نلاقي سلية ولا قدام المدافعين بعدين نلاقي حمدي فتح يمين بعدين نلاقي حمدي فتح شمال بعدين نلاقي ديانج شمال بعدين نلاقي سلية يمين يعني انت مش عارف لهم مسكة وكمان تمريرات كتير خطأ منهم فالحالة مش حلوة وان قص الملعب بالذات لما بيروح منك واللعبة متقاش فايقة بتأثر جدا في أداء المباراكة كل تعالى للخط الأمامي طبعا بيرسيته بعيد جدا أفشا النهاردة بعيد رغم ان انا من يعني تملي بسني على أداء أفشا لكن برضو بتأخر كتير في الكورة مش فايق الشريف طبعا بالطبع هيبقى بعيد لانه كل التمانية تسعة اللي وراهم حالتهم مش حلوة حتى لما أضفت ناس زي حسام عسن واحمد عبدالقادر فيه صربعة وفيه استعجال وعايش سنعب كورة طويلة قدام فالعملية مش ماشية وإحنا كلنا بنقول الكلام ده ما قلناهوش على الشوط التاني على فكرة كل ده كان كلامنا برضو الشوط الأولاني وقلنا ده احنا خايفين ناخد الجون التاني وده كان هيأصل فعلا يعني لو لا تقلق الشناوي في أكتر من موقف في واحدة انفراد تام برقم تسعة اللي نزل اللي هو سفرينكو ده ولا سفرينكو انفراد كامل الشناوي قدر يشيلها وأكتر من واحدة بعدها كذا تزديدة وكذا فهو اللي كانوا نوقف على رجله يعني يوم من الأيام الوحشة في الكورة مش بس في النتيجة ساعات انت بتلعب كويس وبتخسر النتيجة خلص بيبقى ده هارد لك يعني لكن هارده ما تدرش تقول هارد لك يعني فيه متشات بتقول هارد لك انك انت عملت اللي عليك زي سان دونز هنا سان دونز هنا انت هارد لك انت عملت متش حلو وضيعت فرص وما خطفوا كورة من كرتين ولا حاجة لكن مجمل التسعين ديئة النهاردة لا ما تقدرش تقول هارد لك يعني انت بتكلم هارد لك كأحنا بنقول لنفسنا لك نفسنا كدا على نتيجة المباراة لكن مجمله لكن اداء مش هارد لك هو الطبيعو والنهاردة تقصر يعني الاحداث اللي ل mortality والفرص اللي لهم والفرص اللي لنا هم يكسبوه وكسبوه يعني من الأيام العادية في الكورة فالحالة الفردية لكل لعب أصلت على الحالة الجامعية ما هو أنا ما أقدرش أبقى حالة الجامعية كويسة إذا ما كانش فرديا كل واحد وقف على رجلي ما هو ده خارج عن أداء وعلي معلول مسا حمدي فتح سولية بيانج برستاو شريف طب مين ما هو أنت ممكن أنا أتحمل مثلا ثلاثة أربعة ممكن أتحمل خمسة هيبوا فيه ستة وقفين قوي على رجليهم وفيه ثلاثة أربعة ملغبطين شوي أقدر أتحملهم لكن ما فيش فرقة وبتلعب فرقة في مستوى جيد يعني ما تقدرش تقول إيه من الفرقة الضعيف فرقة كويسة فرقة صندوق فما أقدرش أنا أقول تسعة أو تمانية أو عشرة في الملعب برى الموضوع وهقدر أتحمل ما مش هقدر أتحمل ما هي ده بياخد درجة من عشرة مثلا سبعة من عشرة وده سبعة من عشرة وده سبعة ونص وده تمانية وبتاع وفيه اتنين تلاتة واخدين تلاتة أربعة من عشرة ماشي الفرقة هتقوم على رجليها أو هتقدر نشيلهم لكن لما كله يبقى في الحالة اللي مش طبيعية بتاعته مين اللي هيشيلهم مين اللي هيشيل مين يعني احنا الحمد لله أن حالة الشنوي كانت كويسة وفايق واقف على رجله في أكتر من كرة فهارد لك والحمد لله أنحنا عندنا ماتشين حتى احنا كنا بيقول كده قبل الماتش أنا قلت كده قبل الماتش قلت مهم جدا أن احنا نكسب أو نتعادل ولكن حتى لو حصل هزيمة النادي الآلي قادر أن يكسب المريخ والإلال السوداني هنا ويتأهل مع صان داونز اللي هو تأكد صعوده للماتش التاني أول مجموعة أول أو تاني حتى لو خسر الماتشين الجايين يعني بقولك حتى لو خسر الماتشين الجايين هو أول هو قصدي هيصعد أول هيتأهل فإن شاء الله التأهل يكون محسوم لنا في مبارتين الهلال والمريخ ومش مهم بقى نطلع أول أو تاني المهم بس نصعد وبعد كده لكل حدث حديث ولكن